خلينا أسأل حضرتك عن اتنين من النجوم المصريين المتوجدين في الدورة السعودي بداية عن طارق حامد وصحته وهل في أخبار جديدة بالنسبة له في انتقال أحد الأندقاء السعودية ولا الوضع خصوصا كمان أن طارق حامد خرج وكان فيه اعتذار من اللعب اللي تخبط مع طارق حامد حسين عالي طبعا وكان فيه اعتذار عن الموقف نفسه أو الاصطدان ده صحيح سيد الحمد طبعا نتمنى الشفاء العاجل لكثم طارق حامد يعني هو أحد العناصر اللي كانت بارزة نوت المناضي مع الاتحاد وكان أحد الأسباب اللي قارث الاتحاد للتتويج بعد غياب طويل عن منصات التتويج بالنسبة لطبعا هو أجره يوم الأمس في صعاد الآخر عملية جرافية فقلت بالنجاح الحمد لله يعني حالي الأمور جدا منتازة بالنسبة لبقاء من الاتحاد هو كانت البداية المدرد بنونسان سوء حاب أن يعتمد على طارق حامد حتى بعد التعاقد مع كانتي يعني كان يفضل عدم التثريط بطارق حامد لكن حاليا بعد تعاقد الاتحاد مع العديد من اللاعبين أصبح عند الاتحاد عشر لاعبين أجانب واللائحة يعني تفرب على الاتحاد تسجيل ثمان لاعبين ثقاف طبعا قبل تقريبا أقل من نصف ساعة من الآن أعلم الاتحاد عقدة مع نجمي بربول صابينهم صحيح هو المعلوم هناك معلومات أن في مثل عندك عند عرض من أندية سعودية أخرى أيضا تنافس دور روشن اللي هو دور الممتاز من ضمنها نادي الوحدة ولكن حتى الآن هذا الشيء يعتمد على رغبة كابسن طارق حامد في استمرار في الدور السعودي خارج أصغر نادي الاتحاد أو الانتقال إلى دور آخر وأيضا يعتمد هذا على سرعة يعني خلينا نقول تفاهم الإدارة النادي مع طارق حامد على اللي هو الأقل آه اللي هو تصفية الأمور الخاصة بيهم يعني صحيح طيب ما فيش أي يعني تفاصيل خاصة ممكن يكون نادي الزمالك يعني اتكلم مع نادي الاتحاد أو اتكلم مع طارق حامد هل المعلومة برضو موجودة عند حدك والله يعني إلى حد الأمس يعني بعد ما أصيب طارق حامد من المعلومات اللي عندي إنه ما فيه تواصل بين الاتحاد والزمالك في نصف طارق حامد المعلومة المؤكدة إنه فيه تواصل يعني فيه رغبة من نادي الوحد السعودي برضو طارق حامد طيب برضو بالنسبة لنجمينا أحمد حجازي وبعد العملية هل هيكون فيه تكملة للمشوار لأحمد حجازي مع نادي ولا هل الأمور هتختلف بعد العملية طبعا إصابة الكابتن أحمد حجازي مثلا أنت أعرفين اللي هو قطع بالرباط الصليلي فمدة غيابة رح ممكن تكون طويلة جدا يعني ثمان شهور أو سبع شهور يعني خلال هذه المدة طبعا النادي أسقط اسم أحمد حجازي من الكشفات يعني ما أنهى عقدة ولكن فقط أسقطها من الكشفات حتى يستطيع تسجيل لاعظ أجنبي بديل عنه تمام بعد السبع أو ثمان شهور بعد أولاك الكابتن أحمد حجازي أكيد أنه رح يكون فيه يعني جلسة بين الإدارة وبين اللاعب حتى يتم اتخاذ القرارة الأمسل ولكن الرغبة المبدئية أن المحاصبة على أحمد حجازي يعني هي الرغبة الأولى لإدارة تمام يعني الرغبة الأولى لنادي الاتحاد هو بقاء أحمد حجازي يعني في نادي الاتحاد باستكمال المشهور طيب نتمنى التوفيق طبعاً لأحمد حجازي والطاري حامد وبشكرك يا أستاذ عبدالأعلى سقير رحية من خلال طبعاً معلوماته والحديث عن مباراة الزماج شكراً جزيلاً الصحفي السعودي شكراً جزيلاً